في خضم طاصعيد هو الأكبر منذ بداية الحرب نقلت تهيئة البث الإسرائيلية تأكيدات من مسؤول إسرائيلي عن عزم الجيش دخول لبنان لكن بعد انتهاء من عملية رفح المزمعة وأضفاء مصدر أن الضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم يستلزم دخولا بريا إلى لبنان وأن ذلك سيتم بعد العملية المرتقبة في رفح وليس بالتزامن معها وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأيام الماضية تدريبات تحاكي اتساع دائرة الحرب مع حزب الله بحضور رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وكانت إسرائيل كشفت بداية الشهر مارس الحالي أنها بصدد إعداد خطة لعملية برية في لبنان وتم تكليف العميد موشي تمير بمسؤولية إعداد عدة خطة محتملة لعملية برية في هذه الجبهة وبمستويات مختلفة العميد موشي هو الذي صاغ خطة دخول غزة وأيضا طلب منه استخلاص الدروس من القتال في القطاع مقابل هذا الجبهة كما أشرنا مشتعلة ميدانيا مع اعتراض الجيش الإسرائيلي المسير لحزب الله في أجواء مدينة صفد الوقع بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل وفق ما أفاده مراسلنا هذا فيما أعلن حزب الله استهداف منطقة تايغون وشلومي شمالي إسرائيل بالأسلحة الصاروخية والمدفعية من ناحية أخرى قالت إسرائيل أو وسائل الإعلام إسرائيلية أن نحو عشرين صاروخا أطلقوا من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الغربي شمالي إسرائيل فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجو الإسرائيلي عددا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ومزيد عن هذه التطورات ينضم إلينا من القدس محرر شؤون إسرائيلية في سكانيوز عربية نضال كناعنا كما تنضم إلينا من مرجعيون جنوب لبنان مراسلتنا دارين الحلوي أهلا بكم ودعني أبدأ معك نضال في أعقاب هذه التصريحات هذه المرة من هيئة الباث نقرا عن مسؤول إسرائيلي فيما يتعلق بالدخول وربما حتى توقيت هذا الدخول لجهة أنه بعد عملية رفح في أي سياق يمكن أن نضعه وأيضا ماذا عن بقية التفاصيل المتوفرة نعم إميان يعني أولا هذه التصريحات الإسرائيلية لا تأتي في فراغ هي استمرار لتصريحات سابقة وستأتي تصريحات مشابهة يعني إسرائيل تحاول إيصال صورة على الأقل لحزب الله بأنها جدية في خيار الحرب وأن خيار الحرب ممكن بل وأكثر هو الخيار المرجح وفي هذا الإطار إسرائيل تستخدم عدة أساليب أولا مثل هذه التصريحات بالقول بأنها مستعدة لعملية عسكرية ضد حزب الله وأنها مستعدة لخيار الحرب في لبنان هذا على مستوى التصريحات على مستوى الإعداد العسكري إسرائيل تنشر كل الوقت عن تحرك قواتها عن جلب المزيد من القوات عن مناورات تحدثت بالأمس عن اجتماع كان في مقر القيادة الشمالية للتباحث في خطط وفي سيناريوهات الحرب في الشمال أيضا على صعيد استعداد الجبهة الداخلية والقول بأنها تجهز الملاجئ في الشمال المستشفيات في الشمال توزيع المؤن على المواطنين في الشمال تحضير المولدات الكهربائية كل ما يمكن أن يوحي بأن إسرائيل جدية في خيار الحرب تستعمله إسرائيل هذا يهدف إلى إقناع حزب الله بأن الخيار الإسرائيلي أو الحديث الإسرائيلي عن الخيار العسكري هو حقيقي ويمكن أن يحدث هذا أولا يساهم في ردع حزب الله كما تقول إسرائيل أو كما تعتقد إسرائيل لأن خيار الحرب هو خيار مطروحة وبالتالي كل خطوة لحزب الله ستكون محسوبة وستكون دون الرد الذي يؤدي إلى جر إسرائيل إلى الحرب وأيضا هذا يساهم في المفاوضات القادمة يمكن قراءة التصريحات الإسرائيلية في هذا الإطار هذا لا يعني بالمرة بأن إسرائيل ربما لن تذهب إلى مواجهة أو إلى حرب مع حزب الله هذا خيار وارد صحيح أن إسرائيل تحاول الإيهام لكن أيضا لا أحد يضمن بأن إسرائيل تستعمل أبسط خطة موجودة في العالم العسكري للتغطية على خطوة عسكرية قادمة وهي الإضاحة بأنها ستقوم بها يعني تتصرف وكأنها ستقوم بحرب وبالتالي أمام حزب الله خيارين إما أن يصدق هذا ويتصرف بناء عليه وإما لا يصدق وبالفعل قد تكون تعد لخطة حرب يعني الأوراق الواضحة على الطاولة هي يمكن أن تكون لعبة استخباراتية ويمكن أن تكون الحقيقة لكن مغطاة أيضا أمام حزب الله وبالتالي إسرائيل سترجع إلى هذا التصعيد ثم أن هناك التهديد بالحرب يأتي لجعل التفاهمات التي تم التوصل إليها لغاية الآن التفاهمات التي كتبت بالنيران تبقى سارية المفعول دون أن تتوسع هذه التفاهمات دون أن يتم رسم خطوط جديدة وبالتالي التهديد بالخيار العسكري يساهم في هذا ثم أن إسرائيل تحاول كل الوقت توسيع دائرة الاستهدافات على الأراضي اللبنانية وفي محاولة للردع وللاستفادة قدر الإمكان من صمت حزب الله على الأقل الردود المحدودة لحزب الله وبالتالي إسرائيل تستفيد منها وتوسع هي من جهتها في هجماتها على الأراضي اللبنانية دعني هنا أتحول إلى دارين لنرصد عن طبيعة هذه الاستهدافات وردود حزب الله خاصة مع التصعيد ليمكن وصفه دارين بأنه الأكبر منذ بداية هذه الحرب بالتالي ماذا في رصد هذه التطورات؟ التصعيد الأكثر دموية إذا جاز التعبير خصوصا لأن الموجات السابقة التي سبقت هذا التصعيد قد شملت قفزات جغرافية شملت قفزات نوعية لكن الأكثر قساوة كان في هذه المرة هو عدد الأشخاص اللبنانيين الذين قتلوا في الغارات إذا قررنا عدد الأيام التي يومين خلال يومين هناك ثمانية عشر شخصا قتلوا في هذه الغارات بين البقاع طير حرفة النقورة وطبعا الهبري بعضهم يعملون في القطاع الإغاثي وطبعا قطاع الطوارئ لكن كانت من الواضح أن إسرائيل تعمد إلى توجيه ضربات موجعة النقورة وطير حرفة مثلا كانت تقول أنها ماضية في سياسة إفراغ هذه القرى الأمامية من سكانها بعض القرى كانت تعتبر أنها إلى حد ما بمنأة عن استهدافها أو استهداف المدنيين فيها بشكل مباشر بالأمس كان هناك استهداف لأحد المقاهي في النقورة طبعا هذا الأمر يؤكد ما قامت به إسرائيل في الأشهر الماضية لجهة تعمد إفراغ هذه القرى من المدنيين هذا بالإضافة طبعا إلى تعمد استهداف المسعفين وهؤلاء قد يكونون حاجة ضرورية إن كانت هناك حرب مفتوحة بالفعل لسيما في الخطوط الأمامية أما فيما يتعلق بسياق الحديث عن الرد حزب الله حتى هذه اللحظة الرد التي تحدست عنه أصاب مناطق في الجليل الغربي لكن لم يجري الحديث عن إصابات أو أضرار كبرى أو موجعة لإسرائيل في هذا الرد من حزب الله لكن ما تزال عملية صفض تحيطها الكثير من الملابسات التفاصيل غامضة غير مكشوفة حتى هذه اللحظة باستثناء الكلام عن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله وطائرة أخرى ربما تمكنت من الوصول إلى هدفها وهذا أمر أشير هنا إلى أن العملية السابقة لصفض بقية يتيمة لأنها استدعت ردة فعل كبير جدا وعنيف جدا من الجانب الإسرائيلي الذي شن سلسلة من الضربات والغارات في كل القرى عدد من القرى الجنوب اللبناني باتجاه عمق الجنوب اللبناني وأصفرت عن سقوط عدد كبير أيضا من المدنيين قبل نحو شهرين لذلك الهدوء هنا حذر لكن هناك ترقب كبير لما ستكون عليه الساعات المقبلة على هذه الجبهة شكرا جزيلا لكم إذن دارين الحلوي مراسلتنا من مرجعيون جنوب لبنان وأشكر أيضا محرر الشؤون الإسرائيلية في ستانيوز عربية من القدس ندل كنانا شكرا جزيلا